أعتقد وأتصور أني مفيش فريق أو منتخب مصري أو عربي لعب قدام فريق أوروبي وعالمي أو منتخب وعمل هذا الكم من الفرص بس هي شوية أخطاء وتفاصيل بسيطة وقدام ريال مدريد أعظم فريق في العالم لما باريس سانجرمان بيغلط بيتعاقب لما منشستر سيتي بيغلط بيتعاقب لما ليفربولد بيغلط بيتعاقب ده ريال مدريد ما بيهزروش قدام الجول أوصل للجول هسجل هدف بطبيعة الحال كان الأهلي هيخسر النهاردة دل على الورق وده المنطق بس الأهلي النهاردة عمل مباراة رائعة أنت متخيل فريق مصري قدام ريال مدريد متأخر بهدفين وتوقيت الأهداف كان توقيت صعب جدا هدف في نهاية الشوت الأول وهدف في نهاية الشوت الثاني يحبطوا أي منافس بداية الشوت الثاني يعني آخر الشوت الأول وبدأية الشوت الثاني يحبطوا أي منافس أي منافس عالمي وكبير الأهلي لم يحبط ضربة جزاء وسجل منها هدف الربع ساعة بعد الهدف الأول للنادي الأهلي دون مبلغة الأهلي كان يقدر يسجل التاني وكان يقدر يسجل التالت كمان توفيق وفرق إمكانيات وحظ فاكرين مطش مصر والبرازيل في كاسي القرات مصر عملت مباراة رائعة قدام البرازيل أنا شبهت المباراة دي بمباراة مصر والبرازيل الشوت الثاني تحول منتخب مصر الشوت الأول ما كانش جايد المنتخب المصري الشوت الثاني تحول تحول تام وخبرات وفرق كوالتي برازيل كسبت في النهاية 4-3 حاجات بسيطة أخطاء بسيطة الاحتكاكات اللي زي دي هي اللي بتعرفك انت واقف فين